نروح بقى مع حضراتكم للمباراة اللي كتير جداً أوي خالص حول العالم كانوا بيتبقوها الكلاسيكو طبعاً اللي كنا ناس كتير جداً تبعته بالأمس حيث تتوج برشلونة بلقب كأس السوفر الإسباني للمرة رقم 14 في تاريخه بعد ما فاز على غريمه ومنافسه التقليدي ريال مدريد بتلت أهداف لهدف أهداف اللقاء حملت توقيع اللعب خافي نجم برشلونة في الديئة الثالثة والثلاثين قبل أن يضيف زميل والنجم البولندي لباندفسكي الهدف الثاني في التواني الأخيرة من الشرط الأول وطبعاً شهدت الدقيقة التاسعة والستين الهدف الثالث للبارسة عن طريق فادري وقبل صافرة النهاية أحرز ريال مدريد الهدف الوحيد ليه عن طريق نجمه أفضل لعب في العالم كريم بنزيمة ليخطف طبعاً شافي اللقب من المرينجي واللقاء كان يعني نار بالمعنى الحرفي للكلمة ناس كتير كانت متوقعة أن النتيجة ستكون معكوسة لكن الحقيقة مبارح البارسة عملت شغل هايل جداً وكان فيه شبه سيطرة كاملة على مجريات اللقاء ونتج عنها لقاء استمتع به كل الناس حول العالم كاس السوبر الأسباني طبعاً بارسلونة هو الأكبر أو أكثر في التتويج بكلم 14 هنقول على صعيدة تانية ريال مدريد هو 11 مرة فمنافسة شديدة بس زي ما أنت قلت كانت الناس متوقعة ممكن يكون المطش الصالح ريال مدريد أو البطولة الصالح ريال مدريد بحكم أن بارسلونة بقالها كذا سنة ليست الأفضل تماماً وناس كثيرة حتى بعد رحيل ميسي وبعد قدوم أو استقدام ليفاندوفسكي قال لك يعني مش هو ده برضو اللي هيجي يعمل فارق لأن بارسلونة ربما كانت في الماضي يعني هي أو هو الفريق ذات البطل أو اللاعب النجمل أو حد شوية اللي كانوا معتمدين فيه على ميسي لكن هل ليفاندوفسكي هيحل محله حاجات زي كده كان فيه مقارنات كثيرة جداً وبالفعل حتى يا كريم أول ما ليفاندوفسكي راح ما كانتش برضو الأداء ولا النتيجة الأفضل لبارسلونة ولسه كان عندهم أزمات مادية ولسه بيعانوا من مشاكل عندهم في الإدارة كل ده ربما بينعكس على أداء طبعاً الفريق في الأول وفي الآخر لأنه بيبقى جزء أساسي هو الاستقرار استقرار الإدارة في النادي فكان برضو في بعض التدبد الموجود أو اللي بيواجه بارسلونة لكن على الصعيد التاني أنت تشوف على الأرض النتائج دلوقتي ابتدت النهاية تكون رائعة ويمكن كمان مؤخراً أنت ما بقيتش عارف تتوقع حاجة يعني حتى في الشامبينز ليج أنت بتشوف برضو يعني لسه نتكلم عن مان سيتي ومنتكلم عن منشستر ينايتد كانت متوقع من سيتي هو اللي يفوز على منشستر ينايتد لكن منشستر ينايتد اللي فاز فكرة هنا برضو التقلق اللي كان أو اللي حصل لأرسنال برضو ده واخد أرسنال في حتة تانية تماماً ففي حاجات في قرط القدم ملهاش توقعاته كل موسم بيختلف طبعاً مع استقدام لعيبة ومع مركاته بيحصل ومع رحيله ومع إصابات فهي كده هي ماشية كده طبعاً